اشتركوا في القناة في كثير حكي رح نحكيه وخصوصا انه في الفترة القادمة رح يكون في انتقال للكواكب وفي تراجع للكواكب برضو يعني فراح نركز عليها بشكل كبير لانه هاي شوي بتحكي عن الفترة القادمة وضغوط الفترة القادمة بتبلش ابتداء من توقعاتنا اليوم يعني بتبلش بعض الضغوطات تظهر على الساحة فعشان هيك ياريت انكوا تكملوا معي وتسمعوا مزاج الكواكب لانه هي افضل اشي انكوا تفهموها عشان تفهموا مجريات الفترة القادمة اشيه طبعا بالنسبة لليوم توقعات يوم الاحد عشرة خمسة القمر موجود في القوس لغاية ساعات ما قبل الظهر في منزلة البلدة وهي منزل للثبات والربح والسلامة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية تربيع سلبية بين القمر ونيبتون رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة عشر دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بقى كم ساعة بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية لانه بيتجهوا في هاي الفترة لا صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ستة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة خلو المسار حكينا انه رح يبدأ الساعة ستة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيش وحتى تمام الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيش عندما بنتقل القمر دائما من برج لبرج اخر في فترة احنا بنسميها بتصير خلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا يعني مثل عقد جديد او مشتريات اشياء مهمة او زواج او خطبة او اي شيء مهم بالفترة هاي بكون اذا عقدت النية وبدك تعمله فهو بكون سلبي اما اذا انت كنت عقد النية ما قبل مثلا متفق على شيء قبل خلو المسار واجاك في فترة خلو المسار او تمامته في خلو المسار ما في اي ضرر اذا انت تممته في فترة خلو المسار حتى لو انقضى خلو المسار برضو بكون سلبي طبعا رح يظل خلو المسار حكينا لساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيش طبعا حكينا ان القمر رح يكون موجود في الجدي في تمام الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة قبل الظهر رح يكون متواجد ويدخل لمنزلة سعد الذابح وهي جيدة للعلاج وبرضو للفراق والخلاص او الحرية طبعا بما ان القمر رح يدخل للجدي معناته تأثير الفترة اللي رح يمكت فيها في الجدي على جميع الابراج بتكون انه منعود لطبيعتنا الجادة منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية شراء بوليسة تأمين اما بعد ما يستقر القمر اول زاوية رح تتشكل هي زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين عطارد وبين المشتري يعني هاي الزاوية لها خمس ايام تقريبا متشكلة ولكن رح تستمر معنا كمان تقريبا الخمس ايام هاي الزاوية ذروتها رح تكون ساعة ثنتين وخمس وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينش عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر او الاتصالات يعني بيخلي في رغبة عند الاشخاص بانهم يفكروا بالسفر كثير او معاملات سفر او اتصالات خارجية وبعيدة او العمل مع مؤسسات الها علاقة بالمؤسسات التعليمية او حتى في الامور الفكرية طبعا هاي بتكون اخر زاوية معنا خلال هذا النهار في زوايا ثاني ولكن نذكرها بكرة بعد الحلق ان شاء الله القمر في برج الجدي قلو المسار القادم رح يكون يوم اتناش خمسة رح يكون في تمام الساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة قبل الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر للدلو بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب ثمنتعشر يوم في تمام الساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة مساء بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الاضاءة خمسة وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا انه الكواكب في حركة كبيرة رح تصير خلال هذا الاسبوع يعني فيه تنقلات كثيرة رح تصير او حركة كبيرة رح تصير الشمس في الثور لغاية عشرين خمسة مزاجها ممتزج القمر في القوس ورح ينتقل للجدي حكينا رح يظل لغاية يوم اتناش خمسة مزاجه سعيد عطارد في الثورة حتى يوم 11 خمسة يعني بكرة او بعد بكرة ان شاء الله رح نحكي عنه لانه رح ينتقل من الثور للجوزاء مزاجه ممتزج لانه بلشت ضغوط الكواكب كلها تضغط عليه لانه في فترة انتقال فعشان هيك الفترة هاي بيقلب على النحوسة اكثر من السعادة اما بالنسبة للزهرة في الجوزاء حتى يوم 13 خمسة يوم 13 خمسة بده يتراجع كوكب الزهرة كوكب الجمال فعشان هيك هذا رح يأثر على البورصة على العملة عمليات التجميل الملغية بفترة تراجع كل هاي الامور رح نذكرها احنا طبعا كل تراجع كوكب في يومه رح نذكر تأثيراته عشان احنا ما ناخد وقت طويل وشرح طويل ولكن انه من نبه انه بدت الفترة النحوسة تضغط على هاي الكواكب فابتداء من اليوم اي عمليات تجميل او عمليات جراحية بقصد التجميل او اي امور الها علاقة بخطبي زواج اي اشي اللي علاقة بالمحبة بالفترة هاي بصير سلبي وهذا التراجع يعني تقريبا 40 يوم رح يستمر اما بالنسبة للمريخ اللي في الدلو رح يظل لغاية يوم 13-5 برضو موجود في الدلو بعدين بده ينتقل من الدلو للحوت وهاي فترة الانتقال دائما منقول انه المريخ قبل انتقاله بثلاث ايام لخمس ايام بيتبلش الصعوبة والحدية في العالم حوالينا بتصير فبتكثر الحرائق لعمليات التفجير الاغتيالات تهديدات الحرب وتيرة العنف كلها هاي بتزيد بالفترة هاي اللي هي فترة الانتقال طبعا ابتداء من اليوم منبلش نحس في هاي الامور طبعا هي منمبرحة احنا بلشنا نحس فيها ولكن اليوم بتصير اكثر المزاج منتحس جدا بكون اما بالنسبة للمشتري اللي موجود في الجديد طبعا يوم 14-5 برضو بديبدأ عملية التراجع كل الحضوض اللي بيعطيها المشتري الان بده تنعكس بالعكس ببطل في حضوض بصير فيه سلبيات بتصير الامور بدل ما هي ماشي بسهولة بتصير بصعوبة بصير بدل ما في حضوض بنبطل نعتمد على الحضوض يعني بصير عكس الايجابيات تبعته مزاجه منتحس ابتداء من اليوم بلش انتحاسه زحل في الدلو حتى يوم 11-5 يعني بكرا ان شاء الله رح نحكي عنه لانه رح يبدأ عملية التراجع هو اول كوكب رح يتراجع مع بلوتو فعشان هيك مزاجه منتحس جدا رح يكون بالفترة القادمة اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع المدة لسه بعيدة لشهر 8 مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 برضو بيبدأ عملية التراجع برضو المدة بعيدة فعشان هيك المزاج لسه سعيد بلوتو في الجد بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح يكون متقلب حركة الابراج لكل الابراج السبب انه رح ينتقل ما بين برجين القمر فعشان هيك منلاقي توقعات رح تنقسم على جزئين فعشان هيك لغاية ساعات الظهر تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتوجهوا بأحبائك ومعكو حتى ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبعض الامور اللي إلها علاقة بالعمل يعني بما انه القمر رح ينتقل ما بين بيتك التاسع وبيتك العاشر فخلينا نشوف التوقعات لباقي البيوت ايش هي اما بالنسبة للبيت الاول فمنلاقي انه الامور يعني اجمالا جيدة ولكن ممكن يدفعك الفضول للتدخل في بعض المسائل اللي ممكن تجيب لك وجعة راس خلال هذا اليوم فعشان هيك منقول لك ابتعد عن اي تدخل في شؤون الاخرين امسك حالك قدر الامكان اشحن حالك بطاقة ايجابية عشان تستفيد من اخر يوم ايجابي يعني لانه الفترة الجاي رح يبلش فيه شوية ضغوط عليك مش بمعنى انه منتحس كثير ولكن انه كل الكواكب هاي اللي بدأت تتراجع لها تأثيرات على الكل اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور يعني على مستوى الامور المالية جيدة ولكن في ساعة الظهر ممكن يغلب عليك اللي هو حب الاصراف او دفع الفلوس او انك تلتزم ببعض الاموال او التفكير في بعض المشتريات اللي ما الها داعي حاول انك انت ما تنفس غضبك او الضغط اللي انت موجود فيه بصرف النقود في بعض الفرص اللي ممكن تجيك لبعض التحسينات المالية ولكنها مش كثير اما بالنسبة للبيت الثالث فنشوف على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات البيت الثالث لايلك في ساعات الظهر ممكن شوي تحتد اللي هي فترة خلو المسار تحتد او تعصب او تكون حتى في النقاشات مزاجك شوي عصبي فعشان هيك بدك تمسك حالك وما تعصب وما تتوتر خلال هذا النهار بعد ساعات الظهر الامور بترجع لطبيعتها وبترجع انت مدعوم بطاقة ايجابية بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك وبرضو اللي عندهم امتحانات اليوم وخصوصا على المراحل الاساسية او الابتدائية او الثانوية بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحدوث اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور على مستوى البيت تقريبا جيدة وبتدعمك برضو في بعض النقاط اللي لها علاقة بالتوافق ما بينك وبين افراد العائلة ولكن ما تتدخل في شؤون الاعمال المنزلية هذا الخطاب للذكور ما اليك في الاعمال المنزلية شو بيعملوا شو بطبخوا شو بيشيلوا شو بنظفوا شو بيسووا حاول انك اليوم تبعد عن هاي الامور ما تحاول تفرض رأيك على اي احد من افراد العائلة اما باقي الامور اليوم تقدر تنجز كل الاعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة في البيت ممكن انك اليوم حتى تعمل نوع من انواع تقارب بينك وبين افراد العائلة ولكن ممكن تحتد بسبب تصرف احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على مستوى البيت العاطفي شوي الامور عندك حساسة شوي يعني ممكن عاطفية زيادة او ممكن انه عاطفية سلبي زيادة او ممكن تقلق بشأن احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس يعني الامور على مستوى العمل منقولك انجز الاعمال الضرورية والمهمة خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها حتى لو تعاونت مع زميل او رئيسك بالعمل في ساعات الظهر ما تحاول تلتزم باي عمل جديد لانه الفترة بتكون ضغطة كثير لانتقال القمر بعد ساعات الظهر الامور بترجع لطبيعتها وبصير فيه نوع من انواع الايجابية فيه منك رح يهتم بشأن صحي فعشان يكمنقولكوا ديروا بالكواع صحتكم اما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على المستوى الشراكي او الازواج بتتعاملوا على طبيعتهم بينهم وبين بعض خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف برضو الاموال المشتركة فيه نوع من انواع الضغط ممكن تنشغل في بعض الامور الحسابية او شكات او دفعات او التزامات او امور الها علاقة يعني بالتزامات مالية كبيرة بتكون مأرقيتك خلال هذا النهار وفيه منكم ممكن يلتزم بشيء ما يقدر انه يسددوا بالفترة القادمة بتكون تديروا بالكم اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات يعني بعطوك طاقة ايجابية عالية جدا اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى الاصدقاء شوي مش كثير فعشان هيك يا بتسمع خبر عن صديق او معرفة بكون الخبر هذا مزعج او ممكن تشغل حالك في هذا الخبر اما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تدير بالك حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول برضو في نفس اللحظة تدير بالك من احلامك ومن الهواجس والافكار اللي مش مزبوطة خلال فترة هاي لانه بتكثر فيها الافكار السلبية في منكم رح يقلق يا بصحته يا بصحة احد المعارف برج الثور طبعا اليوم بتعيد وتنظيم اموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة في ساعات الظهر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبعض الامور العاطفية يعني القمر رح يتنقل ما بين بيتك الثامن وبيتك التاسع اما بالنسبة للبيت الاول فاحنا بنقول لغاية ساعات الظهر الامور بتكون ضغطة عليك في نوع من انواع السلبية او التقلق في المزاج عندك او الحدية ولكن بعد ساعات الظهر الامور بتصير ايجابية بتعطيك طاقة كبيرة خلال هذا النهار ممكن تنجز كثير من الاعمال اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الامور المالية الشوي الامور بتعطي بعض الفرص المالية اللي ممكن انك تحقق بعض المكاسب اللي بتجيك يا من عمل اضافي يا استرداد بعض الاموال اللي بتعود لك وفي منك رح ينشغل في بعض المصاريف لزيادة منقوله بدك تدير بالك اما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات اليوم حتى على النقاشات ممتازة جدا لغاية ساعة خلو المسار يعني فترة خلو المسار بس اللي انت بدك تنتبه فيها بعد ساعات ما تنتهي خلو المسار في ساعات الدور بترجع الامور برضو جيدة وبتدعمك بشكل قوي اللي عندهم امتحانات اليوم خصوصا اللي في المراحل الابتدائية والثانوية بدهم يستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت شوي في نوع من انواع الضغط يعني يا توتر بشأن احد افراد العائلة يا اما التزامات كثيرة يا اعمال كثيرة بتكون مطلوبة منك حاول انك تنجز هاي الاعمال بطاقتك بدون ما تفرض على حالك طاقة كبيرة او تكون بتجازف في العمل تاعك وبدك تنتبه اثناء العمل من الاصابات في منك ورح ينشغل في تصليحات وترميمات وامور العلاقة بالمشتريات اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور العاطفية اجمالا بتظلها هادية لغاية ساعات اما بعد الظهر بعد الظهر بتصير جياشي عندك العواطف مدعوم بطاقة عالية جدا بتساعدك في انجاز كثير من الاعمال اما بالنسبة للبيت السادس يعني شوي بدك تدير بالك على بعض الاعمال المهمة يعني في بعض الاعمال ممكن تتراكم عندك خلال هذا النهار يعني بفضل انك تتعاون مع زميل او مع رئيسك في العمل على انجاز هاي الاعمال بعدها الامور بتصير جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى امور الصحة والعمل اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة شوي فيه نوع من انواع الضغط فعشان هيك بسبب للازواج نوع من انواع الحدية اما تدخل الزوج في شؤون ما بتعنيه في البيت وهذا اشي بستفزك او اهماله الكامل في امور البيت وهذا الاشي برضو بستفزك حاول تمسك اعصابك وما تندفع وما تتهور خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور تقريبا فيها نوع من انواع الهدوء على المستوى الاموال المشتركة اللي شوي يعني بيكون فيها لانه فترة انتقال زي ما حكيناها في بداية التوقعات يعني ما تلتزم بامور انتي ما بتقدر انك انتي تأديها فالبيت الثامن والبيت التاسع كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني لغاية ساعات الظهر تقريبا بتكون الامور ضاغطة ولكن بعد ساعات الظهر بتصير فيه عندك طاقة كبيرة اللي تقدر تدافع عن سمعتك وتحمي نفسك وتنجز كل الاعمال المتراكمة عندك اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء يعني من ساعات الظهر تقريبا بدعمك بقوة ممكن اليوم يصير فيه نوع من انواع الاتصالات ما بينك وبين بعض الاصدقاء او المعارف او تستشير في مسألة معينة وهذا الامر رح يدعمك بشكل قوي اما بالنسبة لبيت المتاعف فما نقول لك دير بالك حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة بما انه القمر رح يكون في فترة كله مسار وانتقال فخلينا ناخده على انه منتحس بدناش ناخده على انه روتيني فدير بالك اليوم انجز الاعمال الضرورية وهتم في صحتك وممكن انك شوي تنشغل في اي شي بتعلق باحد افراء الاحبة او المعارف اللي انت بتعرفهم صحيا او شيء من هذا القبيل برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل او في المجال العاطفي لغاية ساعات الظهر وبعدين بتنشغله في عدد ضبط باموركم المالية المشتركة او التفكير في امور الها علاقة بالاموال اللي ما بتعود لكم يعني زي قروض او منح او بعض الاشياء اللي ممكن تجيكم من اطراف مساعدة او اطراف اخرى اما بالنسبة للبيت الاول فالامور ما زالت بما انه القمر كان مقابلك وبدو يتحرك للبيت الثامن فشوي المعنويات بتكون ضاغطة شوي او نوع من انواع الحدية والعصبية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتلاقي طاقتك انشحنت بزيادة وصار عندك رغبة بانجاز كثير من الاعمال اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على مستوى الامور المالية متقلب خلال هذا النهار ولكن احذر من المشتريات الغير ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث مزاجك شوي متعكر بنوع من انواع الحدية والعصبية على مستوى البيت الثالث في النقاشات فممكن اي نقاش اليوم تعصب والثور بدون داعي امسك اعصابك ممكن تكثر عندك الاتصالات والتنقلات خلال هذا النهار اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت برضو في نوع من انواع الضغوط اللي بتوتر ممكن التزامات كثيرة او بعض الهموم او اشياء بتربكك لها علاقة بافراد العائلة في منكم رح ينشغل في مشتريات ومستلزمات بيتية او حركة لها علاقة بالبيت يعني تنجزها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي تقريبا روتيني ما في شيء لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتتعامل اما بالنسبة للبيت السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل فعشانك بتقدر تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد جدا بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يهتم بمسائل لها علاقة بامتحانات او اوراق قانونية او بعض المعاملات الرسمية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايفه ضاغط بشكل كبير فعشان يكي بنقولك دير بالك على سمعتك ما تحاول تشوه سمعتك باي تصرف مهما كان بدك تشحن حالك بطاقة ايجابية وفي نفس اللحظة يعني حاول انك ما تحتد وتعصب ما بين اثناء تعاملك مع زميل او مع رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الاصدقاء او على مستوى المعارف بيدعمك بقوة بتواصل او بدعوة او باجتماع او لقاء او اتصالات يعني امور ايجابية اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغط فعشان يكي بنقولك انجز العمال الضرورية والمهمة وحاول انك تنتبه لصحتك بشكل جيد ممكن تقلق بشأن احد الاحبة مرج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك في ساعات الدور بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم رغم ان الفترة هاي بتصير ضاغطة لان القمر بصير مقابلكو مباشرة بتكون ديروا بالكو لانه عندكو عرضة للتعب او للارهاق او للمرض يعني بتكون ديروا بالكو ع صحتكم اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف البيت الاول ضاغط عليك نفسيا فعشان هيك فيه نوع من انواع الحدية او التوتر ممكن التعصب من اي شيء او ممكن انه ما يكون عندك جهد لعمل اي شيء اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه يعني المصريف هي اكثر اشي غالب خلال هذا النهار دفعات او متطلبات مالية او بعض الالتزامات المالية صحيح انها مش مربكة ولكن اذا اصرفت فلوسك في المكان الغير مناسب بتكون مربكة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور في ساعات الظهر ممكن تحتد وتعصب من مسألة معينة حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان ما تثور ولا تعصب اثناء النقاشات اثناء الاتصالات واثناء التنقلات اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوظ اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت متقلب اليوم يعني مرات ايجابي مرات سلبي مرات ضاغط مرات ممتاز يعني متقلب بالاحداث وبكثرة الاحداث اللي رح تمر عليك في اعمالك المنزلية حتى يعني حاول تنجزها بدون ما تعرض حالك للاصابة اما بالنسبة للبيت الخامس فبيت العاطفي عندك فارغ تماما ما في لا ايجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل اما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الامور المالية المشتركة شوي بتأرقك ممكن التزامات او بعض الديون او المطالبات او انك بتسعى لا ايجاد دعم معين من اشخاص يعني لسه الوقت ما حن بقوة لسه الامور ما استوت على اساس ان نقولك فيها ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع يعني الامور تقريبا ايجابية بتدعمك بقوة اليوم بالاتصالات او بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن يتحقق بعض الانجازات خلال هذا النهار في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاوراق القانونية او بالدراسة او بامتحانات جامعية اما بالنسبة للبيت العاشر يعني بدك تدير بالك على سمعتك خلال هذا النهار حاول انك ما تعمل اي شيء تندم عليه يعني ما تغامر وما تجازف في منكو اليوم رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتعاون مع زملاء او مع رؤسائهم بالعمل لانجاز بعض الاعمال اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور تقريبا ما بين الاصدقاء يعني فيه نوع من انواع التوافق فيه نوع من انواع الاتصالات او التفاهم او ممكن تسمع خبر عن احد الاصدقاء يلفت انتباهك ايجابي او سلبي اما بالنسبة لبيت المتاعب فما نقول لك اليوم يعني حاول انك تنجز برضو الاعمال الضرورية والمهمة حاول ما تغامر وما تجهد حالك زيادة لانه طاقتك ضعيفة وحاول تنتبه لصحتك بشكل مباشر برج الاسد بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتكو تنتبه لعملكم انه ما يتراكم عندكم وبتكو تنتبه لصحتكم لانه القمر رح يتواجد في بيتك السادس اللي هو بيت العمل والصحة اما بالنسبة للبيت الاول فبشوف انا ايجابية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتلاقي انه نفسيتك شوي انضغطك بصير عندك نوع من انواع التوتر او العصبية فعشان هيك بدك تدير بالك بشكل ايجابي حاول ما تنفعل وما تعصب اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور المالية تقريبا روتينية ما في لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا النهار يعني بتعتمد على حسب طبيعة شغلك وعلى حسب طبيعة حياتك ومكانتك الاجتماعية اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور على مستوى النقاشات والجدالات اليوم يعني متقلبة تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك عندك رغبة بالاتصالات او تواصل مع اشخاص على مستوى البلد اللي انت فيها ممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك زي ما حكينا واللي عندهم امتحانات اليوم ممكن شوي يعني ما يعتمدوا على الحضوض بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور يعني جيدة على مستوى البيت رائقة وهادية في نوع من انواع التفاهم بتقدر تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وبتقدر انت اليوم تعمل نوع من انواع التقارب ما بين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات القمر رح يتواجد في البيتين بالنسبة للبيت السابع في نوع من انواع الضغط مش الضغط السلبي ولكن شوي هيك بتلاقي الامور مش ماشية مثل ما بدك وخصوصا اثناء تعاملك مع شريك المال او شريك العاطفي اللي هو الزوج فحاول انك ما تحتد وتعصب عشان ما تكبر الفجوة وتصير مشكلة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور تقريبا يعني في نوع من انواع الاهتمام ببعض المسائل المالية اللي الها علاقة بالديون او بالفواتير او بالحسابات او بمؤسسات حكومية زي بنوك او مؤسسات زي ضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايفه جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار فممكن انه شوي يصير فيه نوع من انواع الاتصالات المهمة ما بينك وبين افراد خارج البلاد ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تسمع خبر من خارج البلاد يزعجك اللي عندهم اليوم امتحانات بدهم خصوصا عن المستوى الجامع بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر يعني ضاغط على مستوى بيت السمعة شوي ولكن اجمالا انت بتقدر انك انت تدافع عن سمعتك وفي نفس اللحظة عندك رغبة بالتواصل والاتصالات ما بينك وبين زملائك بالعمل وبرضو رؤساك بالعمل تقدر تنجز كثير من الاعمال المهمة اما بالنسبة لبيتك 11 فمنقولك يعني اليوم برضو في نوع من انواع التناغم ما بينك وبين احد الاصدقاء اتصالات او اهتمام فيه او يهتم فيك او التقارب ما بينك وبينه يعني الامور شوي فيها نوع من انواع الايجابية ممكن اليوم يعني تستشير صديق في مسألة معينة ويشورك بالمكان الصحيح اما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقولك انه الامور بما انها اتجهت لبيت الصحة فمنقولك حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول تراقب غذائك بشكل جيد واهتم براحتك بشكل ممتاز برج العذراء بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بما ان القمر مازال في البيت الرابع لغاية ساعات الظهر معناته بتقدروا اي عمل له علاقة بالبيت بتقدروا تنجزوه اما بعد ساعات الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم بتصير الفترة ايجابية ودعملة لكم بقوة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا على المستوى النفسي لغاية ساعات الظهر بتظلها شوي متقلبة مشحونة بعد ساعات الظهر بتصير ايجابية بتدعمك بقوة وبصير فيه نوع من انواع التوافق ما بينك وبين نفسك او مصالحة او بتقدر حتى تهتم حتى بامور تجميلية لالك اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور على مستوى المال ما زالت متقلبة ايجابي وسلبي على اكثر من مكان فعشان يكما نقول لك يعني ممكن بعضكم يحصل على بعض الاموال خلال هذا النهار اللي بتعود لهم وممكن من عمل اضافي او يعني اشياء لها علاقة بهدية او منحة اما بالنسبة للمصاريف بدك تدير بالك انك ما تصرف في المكان الغير مناسب اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتنقلات وعلى مستوى الامتحانات المدرسية للطلاب اللي بقدموا امتحانات اساسية وثانوية برضو اليوم ممتازة جدا بالنسبة لهم اهم اشي انهم يركزوا وما يتعجلوا في الاجابة اما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بس يعني دير بالك من الحدية في الخصام ولا الامور كلها ممتازة اما بالنسبة للبيت السادس في بعض الاعمال اليوم ممكن تتراكم عندك ما تقدر تنجزها وبرضو ممكن تهتم بشاء صحي خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايفه روتيني لا ايجابي ولا سلبي تتعامل انت والشريك على حسب طبيعتك بدون ايجابية وبدون سلبية اما بالنسبة للبيت الثامن يعني بعض الالتزامات المالية او الديون او المسائل القانونية البنكية مثلا او تأمين او ضريبة اكثر اشي بيقلقك لانه مش ماشي معك مثل ما بدك ممكن تهتم في بعض المسائل هاي وتجتهد عليها اليوم وبكرة لحد يتما ترتبها بالشكل اللي انت بدكية اهم اشي انك ما تخالف القوانين اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف على مستوى بيت الاتصالات يعني الامور ضاغطة اليوم ممكن تسمع خبر من بعيد يارقك او اشي العلاقة بالاوراق القانونية يكون عكس ما انت كنت تتوقع يعني يكون فيه سلبية او ممكن شوي امور الها علاقة بالاقامة ضغط في امور الها علاقة بالتنقلات وبدك تحذر اثناء القيادة على الشوارع المفتوحة اللي عندهم امتحانات جماعية بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظ نهائيا اما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الامور ضاغطة على بيت السمعة فعشان هيك منقول لك حاول تحافظ على سمعتك قدر الامكان لانه اي تصرف في الفترة هاي محسوب عليك بدك تدير بالك بشكل جيد وفي نفس اللحظة راعي كل متطلبات عملك ما تتأخر داوم بوقتك حاول انك ما تدخل بخلافات مع زميلك او مع رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فاليوم يعني اجمالا بعد الظهر بتصير ايجابية ممكن تتواصل انت وصديق او معرفة للتفاهم معاه او لا حل مشكلة معينة او لا التشاور ما بينك وبينه اما بالنسبة لبيت المتاعف فهو فارغ تماما ما في لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك بس منقول لك يعني حاول انك تدير بالك على صحتك وبرضو انتبه لأدويتك ودير بالك من الوساوس والافكار اللي ما في منها فايدة برج الميزان بتنشطوا اليوم في السفر او في التنقلات او في الاتصالات او في امور الها علاقة بالامتحانات لغاية ساعات الظهر يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن انا بقول حاولوا تستعدوا بشكل جيد لانه في خلوم مصار بتعززوا العلاقة مع اخ او جار في ساعات الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية والامور اللي الها علاقة بالبيت ككل اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم طاقتك ايجابية لغاية ساعات الظهر مدعوم بقوة عالية جدا بتقدر اليوم انك تنجز كثير من المهام المهمة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر شوي الامور بتصير حادة في نوع من انواع العصبية او التوتر بصير عندك اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور تقريبا جيدة على المستوى الامور المالية ولكن بدك تدير بالك في ساعات الظهر من بعض المصاريف لزيادة او الالتزامات المالية اللي ممكن شوي منها يكون مربك اما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس الامور العاطفية شوي فيها نوع من انواع الضغط عاطفيا انت مش مرتاح يعني فيه نوع من انواع الوساوس او الافكار اللي بتتسللك خلال هذا النهار حاول انك انت تتجاوزها اما بالنسبة للبيت السادس يعني الامور على مستوى العمل بتقدر تنجز بعض الاعمال المهمة اليوم والضرورية وفيه منك رح يهتم بشأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة فيه نوع من انواع الضغط وخصوصا في فترة ما بعد الظهر ممكن تتوتر العلاقة ما بينك وبين الشريك المال او العاطفة يعني بين الازواج ممكن حدية عصبية اهماله تكاسله اشياء من هذا القبيل ممكن شوي يعني تسبب لك نوع من انواع ردات الفعل السلبية اما بالنسبة للبيت الثامن زي ما حكينا الامور المالية ان كان امور مالية اليك او مش اليك على الجهتين فيها نوع من انواع الحدية اليوم فعشان هيك يحاول انك ما تتهرب يعني من الواقع اللي انت فيه وتروح تنفس على المشتريات اللي ما الها داعي اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او اللي عندهم امتحانات جامعية او دراسة جامعية اليوم ممتاز جدا اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد تقدر تنجز كثير من الاعمال المهمة حتى لو من خلال التليفون تقدر تنجز بعض الاعمال تتواصل مع بعض الزملاء مع مؤسسات كبيرة يعني كل الامور هاي بتكون ايجابية اما بالنسبة لبيتك 11 في نوع من انواع الضغط ما زالت الامور على مستوى الامور الاصدقاء والمعارف يعني لغاية يعني بدك تصبر كمان يومين لحديث ما تستقر الامور بتصير ايجابية بالنسبة للك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور متقلب خلال هذا اليوم فبنقول لك حاول تنجز العمال الضرورية والمهمة وحاول انك تاخذ قسط كافي من الراحة وتهتم بصحتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتنشطوا في السفر والاتصالات وتعزيز العلاقة مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الاول فانت نفسيا اليوم مرتاح اكثر مشحون بطاقة ايجابية برضو بتقدر اليوم انك انت تعمل كثير من الاعمال اللي كان صعب انك انت تنجزها في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني ما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغط ممكن مسئولية زيادة او انشغال على مستوى البيت او بتحاول انك تقارب بين وجهات النظر او بتحل مسألة عائلية او اهتمامات في ترميمات وتصليحات وامور بيتية حاول تنجزها بدون ما تحتد وتعصب اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي روتيني ما في عندك لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتتعامل اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا النهار او تحتد من تصرف احد الزملاء او المعاونين في مجال العمل يعني يسبب لك نوع من انواع التوتر وفي منكو بدو يهتم بشؤون صحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة برضو روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعاملوا ما بينكو بين الشركاء مال او عاطفي لازواج على حسب طبيعتكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور المالية اللي ما بتعود لك يعني هاي شوي ممكن تربكك خلال هذا النهار اهتمامات في حسابات ديون مصاريف التزامات اشياء من هذا القبيل ولكن ابعدوا عن المشتريات الغير ضرورية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او امتحانات جامعية يعني كلها هاي امور جيدة اما بالنسبة لبيتك العاشر فانت على مستوى بيت السمعة جيد مدعوم برضو بثقة وقوة عالية جدا فممكن اليوم انك انت تدافع عن سمعتك بثقة او عن اي واحد بحاول انه يشكك فيك بالدافع بشراسة وبرضو بتقدر تنزل اعمال الضرورية والمهمة خصوصا اذا كنت على رأس عملك بمعاونة زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الامور شوي فيها نوع من انواع الضغط على بيت الاصدقاء لغاية ساعة الظهر وبعدين الامور بتصير ايجابية بتدعمك بشكل قوي وممكن يصير فيه اتصال او تواصل ما بينك وبين صديق تفقده او الاطمئنان على حاله اما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقولك دير بالك من الوسواس دير بالك من الافكار السودة اهتم بصحتك واهتم براحتك ما ترهق حالك زيادة برج القوس طبعا ثقتكم بانفسكم اليوم كبيرة بعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية لغاية ساعات الظهر بعدين بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم والامور المالية والمشتريات والمصاريف ولكن ابتعد عن المصاريف الزيادة اما بالنسبة للقمر بما انه في البيت الاول والبيت الثاني فالبيت الثالث شوي فيه نوع من انواع الضغط بسبب لك نوع من انواع العصبية اثناء النقاشات دير بالك تنفعل وتعصب وتتوتر خلال هذا النهار ما فيه داعي للعصبية والتقلب في المزاج يعني حاول انك تناقش بهدوء اثناء التنقلات برضو بدك تنتبه واللي عنده امتحان على المستوى المدرسي بده ينتبه بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور الروتينية على حسب طبيعتك بتتعامل اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس المستوى العاطفي شوي فيه نوع من انواع التقلب في المزاج لغاية ساعات الظهر بعدين الامور بتصير ايجابية وبتدعمك على المستوى العاطفي ممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين الحبيب او تهتم في مسألة لا للحبيب او لا احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى عملك اليوم ممكن شوي تتلبك او يصير عندك تراكمات على مستوى العمل او ما تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك فيه منك رح يهتم بشاء صحي اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة برضو متقلب المزاج فيه بين حدية وراحة وعصبية وروتين وواواوا فعشان هيك بتكون ديروا بالك في الفترات السلبية لانه ما تحتدوا وتعصبوا وتكبروا المشاكل ما بينك وبين شركاءك بالمال او بالعاطفي اي لازواج اما بالنسبة لبيتك الثامن الامور المالية المشتركة ضاغطة فعشان هيك يا بتنشغل اليوم في امور الى علاقة بالفوترة او بالديون او بالمحاسبات او بطلب مساعدة كلها هاي بتكون ضاغطة عليك اليوم مش ايجابي لطلب دين او مساعدة حاول انك تأجلها للايام القادمة اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى السفر والتنقلات على مستوى الاتصالات البعيدة على مستوى الامتحانات او راق قانونية بتدعمك بشكل ايجابي الي عندهم امتحان جامعي او دراسي اليوم بنجزه بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور جيدة بمستوى بيت السمعة الا انه في ساعات العصر ممكن انك تحتد وتعصب على زميل او على رئيسك بالعمل او تتذمر من عمل معين اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور على مستوى بيت الاصدقاء جيدة بتدعمك بقوة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن انك شوي تتهرب من بعض الاصدقاء او يقلقك شأن صديق او وضع او ظرف معين بتعرض له احد المعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقولك انجز الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وحاول انك تهتم بشؤونك الصحية وما تترك الوسواس يسيطر عليك برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي بما ان القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فبنقولك هذا يوم اخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم بعد ساعات الظهر بصير في عندكم نشاط حيوية وثقة بالنفس اكثر وممكن تنجزوا كثير من الاعمال وخصوصا بعد انتهاء خلو المسار والقمر يصير موجود عندكم اما بالنسبة للبيت الثاني يعني شوي الامور المالية ما زالت ضاغط عليك ممكن يصير فيه بوادر لانفراجات بعد ساعات الظهر او يعني بصيص امل لا شيء معين يعني بيدعمك بشكل ايجابي او دعم جايك في الطريق اما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى النقاشات انت متقلب في المزاج اليوم فعشان هيك ما تعتمد لان القمر لسه ما استقر عندك بالكامل يعني حاول تمسك حالك من العصبية والحدية وردات الفعل السلبية يعني اثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه ما تتسرع ما تخالف القوانين اللي عندهم امتحانات مدرسية برضو بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحدود اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن في حدث معين مأزم عندك او مزعلك او مذايقك نخليك مضطرب حاول انك تمسك عصابك انجز العمال البيتية يعني المتراكمة هاي عندك حاول انك تنجزها خلال هذا النهار وما تعصب على احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى مستوى العاطفي روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن في ساعات الظهر بدك تمسك حالك من وسواس ممكن يشككك في الحبيب او حدث معين ممكن يخليك هيك تتوتر وتعصب امسك حالك ما فيه داعي للانفعال اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز بعض الاعمال المهمة والضرورية خلال هذا النهار ولكن في ساعات الظهر ممكن يتراكم عندك العمل شوي بعدها بصير الامور ايجابية في منك رح يهتم بشأن صحي او مراجع الطبيب اما بالنسبة لبيتك السابع فهو روتيني على مستوى الشراك المالية والعاطفية فما فيه شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا النهار على حسب طبيعتك بتتعامل ما بينك وبين الزوج او شريكك بالمال اما بالنسبة لبيتك الثامن فالامور المالية المشتركة برضو فيها نوع من انواع الضغط اليوم يعني مش الاشياء اللي انت بترجوها او اللي انت بتتمناها الى غاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن تلوح فرصة لدعم مالي او لا يعني شيء له علاقة بالمحاسبية او مؤسسات بنكية او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيت التاسع فهو جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا النهار وممكن انه يصير فيه اي شيء له علاقة بالاوراق القانونية او يعني اللي صالحك او امتحانات جامعية برضو بتدعمك بقوة اتصالات بعيدة برضو ممتازة كلها هاي ايجابيات اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة برضو ممتاز جدا وبيدعمك بقوة خلال هذا النهار وفيه من كل يوم يعني رح ينجز بعض الاعمال بمساعدة احد المعارف اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء يعني اليوم فيه فرصة ممتازة بتصير بعد الظهر بتدعمك بقوة وممكن اليوم اتحقق بعض الانجازات بمساعدة صديق او معرفة اما بالنسبة لبيت المتاعف فكما ذكرناه في بداية التوقعات برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة خلال هذا النهار في ساعات الظهر بتكن تنتبهوا لصحتكم اكثر لانه رح ينال التعب منكم القمر رح يصير موجود في بيت متاعبكم يعني القمر رح يتنقل ما بين بيتك 11 وبيت متاعبك بيتك 12 اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور يعني بتكون جيدة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتقلب المزاج عندك تفقد حيويتك شوي ممكن يصير في عندك نوع من انواع التذمر او الافكار اللي مش مزبوطة زي الوساوس او الاحباطات اما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني على المستوى المالي ما في لا ايجابية ولا سلبية ولكن في ساعات الظهر دير بالك من المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فانت عصبي وحاد في طباعك خلال هذا النهار فممكن تتوتر وتعصب من اي نقاش مهما كان حاول انك ما تتير النقاشات عشان ما يصير فيه خصام وانتبه اثناء التنقلات واثناء العمل من ردات الفعل السلبية اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم ينتبهوا ويدرسوا بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور جيدة ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي وممكن اليوم تنجز بعض الاعمال المنزلية ولكن في ساعات الظهر ممكن يعني شوية حدية او عصبية من تصرف معين اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي الا انه في ساعات الظهر يعني شوي ممكن يصلك خبر من الحبيب او تقاعص حبيب او ممكن وسواس لخبر معين يخليك تحتد وتعصب ولا باقي اليوم الامور ممتازة اما بالنسبة للبيت السادس يعني بتقدر تنجز الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكه رح يهتم بشأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالية والعاطفية روتيني على حسب طبيعتك بتتعامل مع شريك المال والعاطفة يعني مع الازواج على حسب طبيعتكم بتتعاملو اما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على مستوى الاموال المشتركة فعشان هيك يا اما بتفكر بالالتزامات يا بمساعدات يا بدعم معين يا بطريقة كيف تتخلص من هالأعباء اللي متراكمة عليك بالفترة هاي حاول انك شوي تاخد نفس لحديث ما القمر يوصل لعندك بعدين الامور كلها بتصير خير اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليك شوي على مستوى بيت السفر والاتصالات البعيدة والتنقلات الامتحانات الجامعية فيها نوع من انواع الضغط حتى على مستوى الاوراق القانونية او المؤسسات الحكومية في نوع من انواع الضغط حاول انك شوي ما توقع على اوراق مهمة وضرورية الا لحديث ما يوصل القمر لعندك اما بالنسبة لبيتك العاشر يعني بيت السمعة ضاغط فعشان يك منقول لك ما تحاول تخالف القوانين ما تجازف بسمعتك خلال هذا اليوم حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وانتبه لشؤونك الصحية اما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بحاول انه يدعم مكان عمل او اعماله واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه بالاتجاه الصحيح بتحافظ على انجازاتك القائمة بشكل ممتاز اما من ساعات الظهر يعني بتتغير الامور بصير الاهتمام بالاصدقاء والمعارف واللقاءات والاتصالات والدعوات يعني بصير نشاط على مستوى المعارف والاصدقاء يعني القمر اليوم متواجد ما بين بيتك العاشر وبيتك 11 اما بالنسبة للبيت الاول فيعني طاقة عندك طاقة اليوم مشحونة بطاقة ايجابية عندك ثقة بنفسك عالية بتحاول انك تخالط المجتمع بشكل ممتاز يعني فيه اشياء اليوم ايجابية موجودة عندك اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الامور المالية شوي الامور ضاغطة شوي يعني مش ماشي مثل ما بدك ممكن التزامات او مصاريف او اشياء يعني بتطلع هيك بدون اي حسبان حاول انك بس تبعد عن المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور يعني شوي متقلبة بتشحنك ببعض الطاقة السلبية خلال هذا النهار فممكن تعصب وتتوتر من مسألة معينة ممكن تحتد من نقاش معين حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية كاملة عساس انك ما تدخل بخصام على مستوى التنقلات بدك تدير بالك على مستوى الامتحانات المدرسية برضو بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم وضع البيت اجمالا جيد بيدعمك بقوة فيه نوع من انواع التفاهم والتأقلم ما بينك وبين افراد العائلة ممكن اليوم تنجز بعض الاعمال البيتية او الاهتمامات المنزلية وتكون جيدة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايفه روتيني تماما ما فيه لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك انت والحبيب اليوم بتتعامله اما بالنسبة للبيت السادس يعني على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا النهار ممكن ما تقدر تنجز كل اشي حتى لو عملت ساعات اضافية وفيه منك رح يهتم بشأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع يعني على مستوى بيت الشراكي متقلب خلال هذا النهار ما بين الازواج تحديدا ما بين ايجابي وسلبي وحدية وردات فعل وتحسس من موقف سوء تفاهم شغلات زي هيك كلها هاي بتكون تنتبهوا منها اما بالنسبة للبيت الثامن يعني شوي يعني الامور المالية المشتركة شوي ممكن انها تسبب لك نوع من انواع الارباك بعض المطالبات المالية او الالتزامات او التفكير في خلاص من وضع معين يعني شوي ممكن انك تلجأ لاشخاص عشان دعم معين ولكن انها ما تمشي الامور بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او امتحانات جمعية كلها هاي ضاغطة بدك تنتبه بشكل جيد وما تغامر خلال هذه الفترة بتوقيع عقود او امتحانات بدون دراسة او مقابلات بدون استعداد اما بالنسبة لبيتك العاشر و 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب جيد بيدعمك في قوة فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المهمة عندك ثقة عالية بصحتك وبنفسك بس اهم شي ما تترك للوسواس انه يسيطر عليك ولا حتى انك الاحلام تهتم فيها كثير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء